موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نقدم فيها بإذن الله تعالى قراءة في العدد الأخير من مجلة الجيش وافتتاحيتها التي تحتوي على الكثير بين طياتها حيث قرعت أجراص الحرب ورفعت من وتيرة الضغط النفسي والاستعدادات بمرحلة صعبة وأيضا وضعت بعض العلامات الاستفهامية عن وضع الرئيس عبد المجيد تبون من حيث ربما لم يرد من حرر افتحت تاحية هذا العدد في البداية أن هذا العدد جاء في صفحة الأولى عام على انتخاب رئيس الجمهورية ما أنجز وما ينتظر تحقيقه ثم القاعدة المركزية للإمداد مؤسسة رائدة لتطوير الصناعة العسكرية هذا فقط ما ورد في الصفحة الأولى بعد ذلك يوم من الذاكرة مظاهرة 11 ديسمبر 60 أوردوا كلمة لفرحة عباس ثم بعد ذلك جاءت الافتتاحية الافتتاحية التي دائما تعبر عن مواقف المؤسسة العسكرية وسياستها العنوان الذي جاءت به الافتتاحية هي تحت تعزيز الجبهة الداخلية لكسب الرهانات هو موضوع سياسي بحر من خلال العنوان الجبهة الداخلية جبهة الجزائر الداخلية وتعزيزها في إطار مشروع سياسي وهذا طبعا يساهم فيه الجيش الوطني الشعبي ولكن ليس من مسؤوليات المؤسسة العسكرية تعزيز الجبهة الداخلية بين المواطنين وبين الشعب والسلطة وبين مؤسسة الدولة المؤسسة العسكرية تساهم ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الطبق السياسي والقيادة السياسية للبلد نقرأ المحتوى ومما يلاحظ في البداية أن هذه الافتتاحية لم تخصص فقط لتعزيز الجبهة الداخلية هذا عنوان فضفاض وقليل على ما ورد فيه يعني لو كنت أنا المشرف على هذا العدد لكن عنوان آخر غير هذا العنوان لأن عندما تقرأ المحتوى تجد أشياء أخرى وما تعزيز الجبهة الداخلية إلا جزء فقط من هذه التحديات القائمة والرهنات التي تتحدث عنها المؤسسة العسكرية وإن كان قد ننظر إليها من زاوية أخرى أن المؤسسة العسكرية أرادت إبراز أهمية الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة جدا أثبتت مجلة الجيش في افتتاحيتها أن الوضع ليس على ما يرام على كل المستويات والأصعدة وهذا ما سوف نتحدث الحقيقة أن الافتتاحية فيها ما يشبه إعلان حرب أن الجزائر تستعد إلى إعلان حرب أو أنها سيعلن عليها أو ستعلن عليها الحرب وفي الحالتين الأمر سيان أن تعلن عليك الحرب يجب أنت أيضا أن تعلن الحرب أن التحديات كبيرة أمام الجزائر تحديات ورهنات ورهنات ستأتي في إطار مواجهة هذه التحديات على ماذا تراه المؤسسة العسكرية لكسب أو الانتصار على هذه التحديات القائمة أيضا أن أهم عامل هو تعزيز الجبهة الداخلية وهو أن تحدث عندما نلقي نظرة في هذه الافتتاحية نجد أنه بدأت في الحديث عن تحدي وباء كورونا أن هذا الوباء هو من أكبر التحديات التي تواجه الجزائر وليس المؤسسة العسكرية فقط وإن كانت المجلة تحدثت عن جانب المؤسسة العسكرية ودور المؤسسة العسكرية حيث تحدثت المجلة أن الجيش واصل مهامه رغم أن هذه الجائحة أن هذه الجائحة رغم ما شكلتهم المخاطر الصحية على العسكريين في ثقناتهم إلا أن الجيش واصل مهامه في إطار الاحترام واتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية هكذا تحدثت الجيش هنا وجه رسالات مفادها لو نقرأ ما بين السطور لهذه الافتتاحية أن الجيش رد على بعض المنشورات والمعلومات الإعلامية للتحدث عن إصابات كثيفة اجداحة المؤسسة والثقنات العسكرية بسبب كورونا والجيش رد عليها ضمنيا أن الجيش لم يتعرضوا أن العسكريين احترموا تدابير الصحية وأن المؤسسة نجحت في مواجهة هذه الجائحة على مستواها الداخلي وأن الاستمرارية في أداء المهام المنوطة بالمؤسسة العسكرية يعني كأن الإنسان لما يقتحم هذه الجهة معناها يقتحمها بالقوة ويفرض نفسه عليها من دون قبول من الطرف الآخر وأعتقد أن الأسواق الإقليمية والدولية لا تحتاج إلى لغة الاقتحام بقدر ما تحتاج إلى لغة فرض البضاعة وفرض الصناعة العسكرية أما أن أقتحم هذا المجال أنني أفرض نفسه وهذا الفرض سواء يكون بقيمة المنتوج أو حاجة الآخرين إلى هذا المنتوج ولكن على العموم أنا أرى بأن هذه اللغة مبالغ فيها إن قصد محرر هذه الافتتاحية اللفظ بعينه وإن لم يكن يقصد فقط من باب تأثير اللغة العسكرية على عقل كاتب هذا السطور فهذا أمر آخر أمر آخر أن مجلة الجيش أكدت على إصرار الجيش ومن ورائه الشعب على التغلب على كل الظروف والمعوقات الموضوعية الطارئة هناك ظروف ومعوقات موجودة بلا أدنى شك دائما موجودة في كل البلدان وهناك أخرى طارئة لكن الجيش تحدث بلغة مبهمة لم يذكر الأسماء أو الأشياء بمسمياته وهذه الطبيعية لا يمكن الجيش أن يأتي في افتتاحية ويقول سنتحدى كذا وكذا وكذا يحددها البعض يطالب المؤسسة العسكرية أن تحدد هذه التحديات مثلا هذه الأمور وأعتقد بأن هذا الأمر مبالغ فيه الفرق ما بين أن هذه افتتاحية في مجلة عسكرية تعبر عن سياسة عسكرية تجاهى الكثير من التحديات العسكرية لا تحتاج إلى الوضوح بقدر ما تحتاج إلى رسائل ما بين السطور والجيش هنا أقر بأن هناك ظروف وهناك معوقات طارئة ترى ما هذه المعوقات هي الظروف والتحديات الظروف والصعاب ولكن المعوقات اختيار هذا اللفظ يوحي بأن هناك أشياء طرأت على هالمسار لأنه لو نعود إلى صفحات أخرى نجد الجيش يتحدث عن المسار الذي قامت به المؤسسة العسكرية منذ فيفري 2019 وكثير محطات وأبرز دور الجيش ترى ما هي هذه المعوقات التي يتحدث عنها الجيش هل هي معوقات داخلية؟ هل هي معوقات على مستوى السلطة؟ هل هي معوقات تخص الجيش بحد ذاته؟ هل هي معوقات تدخل في إطارها حتى وباء كورونا الذي خلف الكثير من الأثار هذه الأشياء لكن كلمة معوقات توضع تحتها الكثير من السطور ربما في الأيام القادمة والفطرة القادمة نعلم ماذا يقصد الجيش بهذه المعوقات أيضا تحدثت الافتحية عن رص الجبهة الداخلي كيف ستكون سيكون رص الجبهة الداخلي؟ هذا عنوان فضفار رص الجبهة الداخلي يدعو الجزائريين إلى أنه في هنا ظروف ومعوقات وتحديات ورهنات ويدعو إلى رص الجبهة الداخلي كيف سيكون رص هذه الجبهة الداخلية؟ هل رص الجبهة الداخلية معناها الجيش الشعب خلاص يسلم الأمر إلى العسكريين أو المسؤول القيادة المدنية أو شيء من هذا القبيل ويعتزل السياسة ويتفرغ إلى مواجهة التحديات؟ هل يعني أنه هناك من وضع خلافات وزرع شقاقات بين الشعب ومؤسساته وسلطته؟ أم أن الجبهة الداخلية كاملة بجيشها، بشعبها، بقيادتها، بحكومتها، برئاستها، بكل شيء؟ عليها رص الجبهة الداخلية أن يكون إنسان واحد هذا طبعا كلمة رص الجبهة الداخلية دائما يستعمل من طرف الحكومات والأنظمة وكل شيء ولكن على مستوى القول سهل المطالبة برص الجبهة الداخلية لكن على المستوى الفعل يجب أن تكون هناك استراتيجية وأهم استراتيجية يجب أن يعتمد عليها هي العمل على استعادة ثقة المواطن في مؤسسة دولته إذا عاد المواطن وثقة في مؤسسة دولته هنا تبدأ اللبنة الصلبة في بناء هيكل كبير يحمي الجزائر ويكون فيه داخل هذا الهيكل شعب وسلطة وعسكر كلهم على قلب رجل واحد أما إذا كان إن عدمت ثقة بين مؤسسات الدولة والشعب فأعتقد بأنه من الصعب رص الجبهة الداخلية قد تكون جبهة داخلية شعب مع شعب أعب بمختلف تنوعاته العرقية اللسانية الثقافية ممكن جداً وهذا أيضاً حدث في هذا الشرخ الكبير بسبب الكراهية التي يجري بثها ونشرها ما بين الجزائريين فنجد صفحات تظلل الجزائريين باسم الدين وأخرى صفحات أخرى علمانجية تتهجم على مقدسات الجزائريين عندما يأتي واحد ويطعم في الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم في زوجاته يطعم في صحابته يطعم في قيم الإسلام ويمر عبر قنوات وكذا وكذا هذا مستحيل يرص الجبهة الداخلية عندما تظهر الدولة أنها إن حازت إلى جهة معينة أو منطقة معينة على حساب منطقة أخرى هذا لن يرص أبدا الجبهة الداخلية بل سيزيد في شقاقها وأعتقد أن الدستور ساهم ساهم في ضرب هذه الجبهة الداخلية وزعزعتها وتفريق الجزائريين رغم أنه وثيقة من المفروض هي التي تجمع عندما يختلف الجزائريون يجتمعون على دستورهم ولكن العكس تماما أن هذا الدستور عندما يعود له الجزائريون سيختلفون ويتفرقون بسبب بعض النعارات الإديولوجية واللسانية وما إلى ذلك وهذا ما تحدثنا عنه كثيرا جدا افتتحية مجلة الجيش تحدثت عن المخططات العدائية المفضوحة هذه اللغة موجودة دائما دائما العسكر يتحدث بلغة الحرب بلغة المخططات العدائية أنه هناك مخططات الجيش حتى لما يكونوا العسكر في تدريباتهم دائما يفترضون مخططات العدائية ولكن أن هذا الأمر يسيطر على وجدان ومخيال كاتب الافتتاحية ويطلقها ويقراها الناس ويتتحدث عنها التلفزيونات ومواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أعتقد أن الجزائري هنا يعيش في رعب ما هي هذه المخططات العدائية؟ هناك من يخطط يجب أن نسلم من حيث المنطلق أننا نعيش في عالم فيه دول والدول تخطط من أجل مصالحها وتتضارى بالمصالح هذا مسلم به لكن أن نحوله إلى كابوس هذا سيؤثر على معنويات الناس فلا يعقل أبداً أن يعيش المواطن على هاجس مخططات عدائية حتى تنوع في الآراء صار عند بعض الأطراف بمجرد ما تختلف معه في وجهة نظر أو في تقديرك للأشياء أو أنك تأتي وتطرح أشياء يطرحها الشارع الجزائري عبر شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة تظهر كأنك داعية فتن هذا سيرسخ الكراهية سيضرب الجبهة الداخلية تنوع الأفكار والنقد والنقد المضاد يجب أن يخرج من إطار دائرة المؤامرة إلى دائرة التنوع حيث أنني إذا انتقل يجب أن تنظر إلي أن انتقادي يأتي من باب حرص على هذه الدولة وعلى هذا الوطن وأنت أيضاً عندما ترفض هذا الانتقاد بأسلولك حضاري وبأسلوب متطور ومتحضر وأخلاقي يجب أيضاً أن أنظر إليك بأنك أيضاً حريص على هذا الوطن عندما لا نخون بعضنا وعندما لا ننزع الوطنية عن بعضنا وعندما لا نظلل بعضنا الغريب هذه الكارثة التي صارت تجداح مواقع التواصل الاجتماعي أنها فيه صفحات فتحت من أطراف مجهولة لا تظهر ولا تدري ولكن توجهاتها الفكرية واضحة أنه مجرد أن يأتي واحد وينتقد بعض الممارسات أنت من الخوارج يذكرنا بتلك المواضيع التي كانت تنشرها مجلة الجريدة المنقذ في بداية التسعينات وهي جريدة تابعة لجبهة الإنقاذ عندما كانت تظل للجزائريين وعندما كانت تصف كل من يوالي الحكومة أنه مرتد وأنه يوالي الطغاة الآن جئنا إلى مرحلة أخرى أن كل من ينتقد الحكومة فهو خارجي ظال مبتدع أمر آخر أن هناك أيضاً خطاب مضاد لهؤلاء وهذه الخطابات أعتقد بأنها ترسد عائم الكراهية والبغضاء ولا يمكن أبداً أن تضع لبنات حقيقية في إطار وحدة جزائرية تنوع الأراء ليس هداماً إلا إذا كان هناك سنوك هدام من طرف أصحاب الأراء المختلفة أما أن تبقى أراء للتنوع وتأخذ بعين الاعتبار عندما آتي أنا أحياناً أنتقد هذا أحياناً أنتقد ذاك أنا في مرحلة معينة انتقدت هذه الوجوه التي تدعي المعارضة وفي مرحلة الدستور انتقدت هذا الدستور في مرحلة مرض الرئيس انتقدت هذه الممارسات التي أعادت للمخيال الجزائري الممارسات البوتوفيقية هذه جداً لا تخوني ولا تتحامل حتى صارت معركة بين الجزائريين معركة موجود تجد شخص يعيش في الخارج بينه من يعيش على مساعدات الاجتماعية لا يملك قوة ويجب أن أؤكد هنا على أمر هام أنه يوجد الكثير ممن أعرفهم ويتواجدون في بعض الدول سكن يعانوا وين راح يسكنوا وفي شبكات تواصل اجتماعي وغيروا حتى في بعض الصحوف وتلفزيونات يصوروهم على أساس أنهم عبارة عن رؤوس حربة في مشروع معادي لوجود الدولة الجزائرية وهددها الدولة الجزائرية التي تحدت الحلف الأطلسي مع أبائنا وأجدادنا صار يهددها واحد يفتح صفحة في الفيسبوك ويعبر على مشاعره بالطريقة التي يراها مناسبة بل أنه تأتي المؤسسة العسكرية وتشير إلى أنه هناك حملات إعلامية ممنهجة وهذه ذكرت في المخططات العدائية المفضوحة أن هناك حملات إعلامية مغرضة لم نلاحظ أن مؤسسات كبرى بالفعل أدرجت الجزائر كهدف استراتيجي لها هل يقصدون أن ربما يقصدون ما قام به الاتحاد البرلمان الأوروبي في البيان والأخير الذي أثار الزوبعة ولو لم تكن الجزائر هي التي دفعته وجعلت منه قضية ربما ما مهتم به أحد ولكن رد الفعل الجزائري من طرف جهات غير رسمية وطبعا بإعاز رسمي حوله إلى أنها قضية رأي عام أبدا أين الحملات الإعلامية المغربة؟ إذا كانوا يقصدون جهات الخارجية هذا شأن وإذا كانوا يقصدوا بعض الأطراف الجزائرية فهي تختلف في أسلوبها في التعامل مع الحدث هناك من يخطئ الأسلوب وهناك من يقدر وفق مرجعيته ووفق الموقع الذي يتواجد فيه ووفق ما يراه ما تعتبر لي واحد يعمل لي لايف على الفيسبوك يومين أو على اليوتيوب أنه يندري ضمن حملة إعلامية مغرضة تهدد وجود الجزائر بهذه الطريقة أنتم تستصغرون الجزائر الجزائر أكبر من أن يهددها إعلاميا شخص لو كان جاءت مؤسسات إعلامية كبرى واشنطن بوست كبرى المؤسسات الإعلامية رهي تشن في حملات واضحة ممكن أكون معاك ولكن الحملات التي تستهدت تتكلم عن الجزائر كثير هي حملات في شبكات التواصل الاجتماعي بينها التي تقف وراءها جهات بلا أدنى شك ولكن من أن نتحولها إلى عبارة عن تحدي حقيقة يواجه المؤسسة العسكرية أنا أعتقد بأنها هذه مبالغ فيها إلى حد كبير أيضا تحدثت الافتتاحية عن ما سمته الوضع الإقليمي المتردي على طول شريط الحدود حقيقة هناك وضع متردي بمعنى الكريم جهة الصحراء الغربية هناك حرب جهة المغرب الحدود مغلقة والوضع ليس على ما يرام الجزائر حشدت قواتها على الحدود المغرب أيضا على منطقة الساحل والصحراء كلها هناك تنظيم القاعدة هناك تنظيم داعش الشريط الحدودي مع ليبيا أكثر من 950 كم أيضا تشتعل هناك حرب أهلية في ليبيا هناك ميليشيات هناك داعش هناك تنظيمات إرهابية أخرى على الحدود مع تونس وهي حدود ليست كبيرة ولكن أيضا جبل الشعامبي أيضا يتمركز فيه إرهابيون وتنظيمات الوضع ليس على ما يرام جهة البحر الأبيض المتوسط أيضا نجد هناك الحراجة وأشياء أخرى حقيقة هناك وضع حدودي سيء جدا بالنسبة للجزائر هناك تحديات كبيرة تحديات كبيرة بمعنى الكلمة لذلك أن هذا الوضع الإقليمي المتردد قد يفضي إلى تحول المنطقة إلى بؤرة نزاع أو توتر كما ذكرت المجلة بحد ذاتها وهذا الشيء بل أنها ليست تتحول إلى بؤرة توتر بل هي منطقة الساحل والصحراء وليبيا هي بؤرة توتر منذ سنوات ولكن تداعيتها على الجزائر ستكون أكبر من من كان يتخيل مجلة الجيش ذكرت أيضا قيام بعض الأطراف مؤخرا بتهديد أمن المنطقة من هي هذه الأطراف التي هددت أمن المنطقة؟ سؤال يبقى متروح كما ذكرنا أنا أراها قيام بعض الأطراف من هي؟ ما قالوا ش طرف واحد قيام طرف حتى بعض الأطراف لكن هناك نقطة أخرى التهديدات أنها غير مباشرة إذن من هي؟ ربما يقصدون الإمارات العربية المتحدة عندما فتحت قنصلير في العيون ربما يقصدون المغرب أن ما حدث في منطقة القرقرات هي ليست تهديد مباشر للجزائر ولكن ستكون لها تداعيات على الجزائر بالأدنى شك اندلاع حرب بين البوليزاريو والمغرب ستكون له تداعيات حتما على الجزائر فهناك مخيمات الصحراويين قيادات البوليزاريو كلها موجودة في الجزائر الجزائر دعمت البوليزاريو ماليا وسياسيا وعسكريا وأقل كل الدعم موجود إذن ستكون كأن الجيش يقول بأن هناك حرب غير مباشرة ولكنها ذكر الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات إذن أن مجلة الجيش تدعو أو تتحدث على أن الجيش الآن يستعد لمواجهة هذه التهديدات غير المباشرة التي لم يذكرها وإن كانت نستطيع أن نقرأها لا نقتصر على جهة الصحراء الغربية بل أيضا جهة منطقة الساحل والصحراء وشفنا تعيين أمير جديد لتنظيم القاعدة الإرهابي هذا بعد مقتل درودكان والرسائل التي وجهها والتهديدات التي وجهها ونعرف بأن هذا يوسف العنابي هذا كان هو مهندس هجوم تيغانتورين كأن الجيش يقول بأن هذا الأمر ره خطير جدا أمر آخر على ليبيا هناك تهديدات تستهدي في الجزائر هناك تنظيمات إرهابية في ليبيا هناك صراع دامي هناك فوضى السلاح هناك كثير من الإشياء إذن الجيش راه يستعد ويضع نفسه على آهبة مواجهة هذه التهديدات غير المباشرة هي تهديدات غير مباشرة وقد ستتحول بعد ذلك إن دخلت المواجهة إلى تهديدات مباشرة ولكن هناك نقطة واضحة أنه المقصود بها تحديدا أو رقم واحد في هذه التهديدات غير المباشرة هي قضية الصحراء الغربية حيث تحدثت المجلة نصرة كل القضايا العادلة إذن الصحراء الغربية فلسطين معناها أن مجلة الجيش أن هناك تهديدات تطال الجزائر بسبب موقفها من الصحراء الغربية وموقفها من فلسطين لأنها قالت كل القضايا العادلة هناك قضايا عادلة لم تنتصر لها الجزائر يجب أن نكون حقيقي هناك منذ أيام فقط وزير الخارجية تحدث على نصرته أو مواقف الدولة الجزائرية المؤيدة لبشار الأسد الذي قتل الشعب والجزائر دائما تقف مع الشعوب في تاريخها لأول مرة تنقلب في السنوات الأخيرة أنها صارت تقف مع أنظم نظام قتل أكثر من مليون ونص شرد أرد وهجر وسجن وغيب وعذب 15 مليون وندمر نصف البلد أدو وحولها إلى خراب حقيقي والجزائر وزير خارجيتها يعزي وفاة في وفاة وزير خارجية بشار الأسد وليد المعلم وبعد ذلك يتحدث عن أنه موقف الجزائر ودعم للنظام الأسد كأنه إنجاز هنا أنتم لا تقفون مع الشعوب ولا تقفون مع القضايا العادلة إذا كان طرون أنه قتل السوريين من طرف نظام الأسد قضية عادلة هذا يجعل الموازين تختن على كل حد إذن واضح بأنه مجلة الجيش تتحدث أولا على قضية الصحراء الغربية الجيش والجزائري والدولة الجزائري طرى بأنه قضية الصحراء الغربية قضية عادلة وأنه إذن هذه التهديدات جاءت من بسبب هذه المواقف هي تهديد غير مباشرة وأيضا بلا أدنى شك في فلسطين حتى المقصود لأنه الرئيس عبد المجيد تبون أعلن عن موقف ضد ما سماها أنا ذاك الهرولة نحو التطبيع والتي جاءت بعد تطبيع الإمارات والبحرين وأحاديث عن تطبيع السودان ودول أخرى عربية تتجه نحو التطبيع وفي ذلك أعلن موقفا حادا أنه أنه هذه الهرولة ما سماها الهرولة نحو التطبيع الجزائر ترفضها وأن الجزائر موقفها ثابت من قضية فلسطين إن ترى من هدد الجزائر على هذا الموقف مجلة الجيش تركت هذا الأمرغام أيضا تحدثت عن ما سمتها المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا اللغة العسكرية ما يجب أن تؤثر على الأسلوب من حيث المبدأ نقول بأن هذه الافتتاحية هي افتتاحية سياسية ولا تعبر على شأن عسكري بل تعبر عن مواقف سياسية للمؤسسة العسكرية سواء مواقف عسكرية تجاه تحديات عسكرية ومواقف سياسية من العسكر تجاه تحديات سياسية وتحديات إقليمية لذلك أنا قال ما هي هذه المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا من طرف من هل يقصدون هناك مخططات من المغرب لاستهداف الجزائر مخططات من دول أخرى مخططات من إسرائيل لاستهداف الجزائر بسبب فلسطين مثلما الأمر بالنسبة للمغرب بسبب الصحراء الغربية مخططات من 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 فرنسا العدو التقليدي المعروف والذي دائما يتم ترديده في كل وسائل الإعلام وأيضا في المخيال الشعبي الجزائري عليه الإجماع المطلق بأنه أن فرنسا هي عدو تقليدي الجزائري أيضا تحدث عن حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيق إذن هناك مخططات عدائية لم يتحدث منه وهناك أيضا أهداف خفية حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول جهات المعادية لبلاده تحقيق ما هي هذه الأهداف الخفية؟ أنت تطالب برص الجبهة الداخلية وتطالب بالشعب أعب الجزائري أن يقف ضد هذه الجهات المعادية أو هذه المخططات العدائية لم تسميها ولم تتحدث عنها بل أنه حتى الأهداف خفية لم تذكرنا ولا هدف واحد أنت كيف تدعو أنه لمواجهة هذه الأشياء الضبابية غير الواضحة واضحة إلا في مخيلة العسكر وفي مخيلة كاتب هذه السطور وفي مخيلة المحللين الذين يقرؤون ما بين السطور أنتم ما جبتم مثلا وسائل إعلام تحدثت وشرحت وفصلت هذه الافتتاحية حتى توعي الشعب الشعب كله ليس واعي وليس فاهم أهم حتى يقرأ لك هذا البيان ومباشرة يتفطن يتفطن إلى حقيقة المخططات العدائية والأهداف الخفية وهذه الأشياء ومباشرة يثق في المؤسسة العسكرية أو يثق في المؤسسات السياسية ورئاسة الجمهورية بل أنه حتى في الافتتاح دعت إلى الالتفاف حول من سمتها قيادة البلاد أنتوا في الافتتاحية تتحدثون عن الجيش الوطني الشعبي لماذا لم تتحدث هنا من هي قيادة البلاد لماذا تركتها غامضة كيفاش من هي قيادة البلاد التي سوف تحبت يعني أنتم تدعون الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباط مخططات عدائية ذات أهداف خفية يعني نحن في زمن ليس مثل زمن أيام الحزب الواحد وأيامات صوت العرب والأشياء وأيامات الراديو لما تقول الجزائر في خطر الجزائريين يأتوا مع القيادة نحن في زمن العالم مفتوح زمن التواصل الاجتماعي إذا لم تحدد الحيثيات بوضوح واحد اثنين ثلاثة لا يمكن الناس تمشي معاك أنت الآن تتحدث عموميات يجيك واحد محلل ينسف لك كل ما قلته وقلته بوضوح وشفافية تجد الشعب رح يتبع هذاك اللي ينسف لك لا يمكن أن الشعب الجزائري الآن يأتي مباشرة الجيش قال له هناك كذا وكذا 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 ورح يتبعه مباشرة هذه لغة خشب اللغة خشب حقيقة مع احترامي لكاتب هذه السطور لهذه المجلة التي كنت يوما من أحد كتابها كتبت فيها مقالات وأدبيات وأشياء مختلفة إذن من هي قيادة البلاد هل تقصدون رئيس الجمهورية على فكرة لم يتم ذكر عبد المجيد تبون في هذه الافتتاح لا ذكروا كلمة رئيس الجمهورية ولا ذكروا رئاسة الجمهورية ولا ذكروا عبد المجيد تبون في حين ذكروا الجيش الوطني الشعبي وذكروا قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي وذكروا الفريق سعيد شنجريحة مرتين بالاسم والمرة الثالثة بالإشارة له كقائد للأركان وأوردوا كلمات جمل من كلام السعيد شنجريحة ولم يتم إراد جملة واحدة من كلمات رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية زار وزارة الدفاع وتحدث عن الجيش وتحدث عن المرحلة وتحدث عن التحديات وصاحب الافتتاحية لم يورد جملة واحدة على لسان رئيس الجمهورية حتى يبين بأن هذا هو الرئيس البلاد بل أنه وزير الدفاع من هو الأولى أن تأتي بكلام على لسان وزير الدفاع الذي هو لديه منصب سياسي وهو قائد الأعلى لقوات المسلحة معناها أنه كلامه يوجه إلى المدنيين ويوجه إلى المواطنين ويوجه إلى العسكريين في حين السعيد شنجريحة كلامه موجه إلا للعسكريين فهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو مسؤول عملياتي وليس مسؤول إدارة معينة تابعة وزارة الدفاع ورغم ذلك أوردت ثلاث مقاطع الافتتاحية على لسان شنجريحة في حين لم تورد ولو جملة واحدة لم يذكر رئيس الجمهورية كلمة قيادة وردت مرتين ذكروا قيادة الجيش الوطني الشعبي هذا كذكره وبعد ذكروا شنجريحة معناها واضحة أو شنجريحة هو قيادة الجيش الوطني الشعبي هنا ذكروا قيادة البلاد ولم يذكروا من هي قيادة البلاد لما تقرأ مجلة الجيش تحس بأن هذه الافتتاحية تحس بأن قيادة البلاد هي قيادة الجيش الوطني الشعبي وقيادة الجيش الوطني الشعبي وهي الفريق سعيد شنغريحة هكذا يظهر المحلل أنا أتكلم لكم كمحلل لا نخصمكم ولا نعارف فيكم ولا أي شيء نتكلم لكم كمحلل إلا إذن هذه الافتتاحية تقر بأن القيادة قيادة البلاد مش عبد المجيد تبون من حيث لا تدري من حيث لا تدري أو ربما تدري ربما تدري والأمر مبيت أي تمررها مر الكرام على كل حال ذكرت أيضا مجلسة أن هذه الدوائر المعادية قديمة وتتجدد وهنا نذكر أمر أنه الفريق أحمد قيد صالح رحمه الله كان يتحدث عن العدو التاريخي كان دائما يتحدث عن العدو التاريخي وكان المقصود به فرنسا لكن شنغريحة الفريق شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني شعبي مؤخرا تحدث عن العدو الكلاسيكي وهناك ما ترد أحيانا في مقالاته كذا العدو التقليدي لكن تحدث العدو الكلاسيكي ترى من هو العدو الكلاسيكي معناها عدو قديم معروف لكنه يتحدث عن استعدادات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة هذا العدو الكلاسيكي وكان ذلك في إطار الاستعدادات والحديث عن ما يحدث في الصحراء الغربية معناها العدو الكلاسيكي هو المغرب شنغريحة يتحدث عن عدو الكلاسيكي خلها غامضة لم يقل لا المغرب ولا شيء ولكن كل الإشارات توحي أنه يتحدث عن المغرب والقايد صالح بصفته كان مجاهد في جيش التحرير كان دائما يتحدث عن العدو التاريخي ويقصد به طبعا أنه يقصد به فرنسا والاستعمار الفرنسي أيضا المجلة تحدثت عن نهج بناء معالم جزائر جديدة نهج بناء معالم نحن نريد نهج بناء جزائر جديدة يعني أن الجزائر الجديدة الآن أراكم في مرحلة بناء المعالم التي ستأتي بعدها الجزائر الجديدة إذن نحن الرئيس تبونغ قال بأننا بدأنا في جزائر جديدة وأن انتخابات 12-12 هي انتخابات حول لبناء الجزائر الجديدة وأن ما يحدث بعد 12 ديسمبر 2019 هي جزائر جديدة أنتم تتحدثون عن معالم ما نهج بناء معالم جزائر جديدة ربما أنه كاتب هذا السطور فقط يتفلسف يتفلسف إذا سلمنا أن المجلة الافتتاحية لا يمكن أن توضع كلمة من دون التدقيق فيها فإن هذه الجملة تعني الكثير تعني أن المؤسسة العسكرية ليست مع الرئيس في بناء جزائر جديدة بل أنها في نهج لوضع المعالم للجزائر الجديدة معناها ما زلنا قبل بناء الجزائر الجديدة وتبون أعلن من قبل أن الجزائر بدأت الجزائر الجديدة بعد انتخابه كرئيس جمهورية أما إذا كان فقط نوع من الزخرف الكلامية فهذا شاء آخر إذا كان هذا هو المقصود فأعتقد بأن كاتب هذه الافتتاحية لا يستحق أن يكتب افتتاحية مرة أخرى تعبر عن سياسة الجيش وموقفه أمر آخر أنه في هذا العدد تحدث عن الإنجازات التي تحققت والتي سوف تتحق عمل ملف حول هذه الإنجازات هذا ووضعوا صورة الرئيس تبون عندما تقرأ هذا الملف أيضا ركز عن الجيش الوطني الشعبي وتحدثا عن كثير من المحطات ولكن رغم أن الصورة هو الرئيس والموضوع هو الرئيس لكنه يتحدث عن إنجازات أخرى كأنه لا علاقة بها للرئيس فركز عن ما هذه المرحلة هي من إنجاز الجيش الوطني الشعبي وأن ما يحدث وأن المؤسسة العسكرية هي التي تقوم بهذه الأدوار وأيضا تحدث الموضوع حول نقطة مهمة التي تتماهى مع الافتتاحية تتمثل في التحديات والرهانات حتى أن وضع عنوان التحديات والرهانات في المرحلة القادمة تحدث عن مقاومة ما سماها مقاومة التغيير وشرحها هي محاولة عودة رؤوس رموز الفساد إلى الساحة معناها ثورة مضادة معناها أن الجيش الآن في مرحلة مواجهة الثورة المضادة هذا الذي يصوره معناها مقاومة التغيير أن هؤلاء الذين رموز الفساد الذين يحاولون العودة أو يعملون على العودة هم يقاومون التغيير الذي أحدثته المؤسسة العسكرية منذ اندلاع الحراك الشعبي هذا الواضح ترى من هي هذه الرموز التي تحاول العودة هل هناك رموز عادت بالفعل وهذا مما يؤكد على أن ما قلناه سابقاً بعمل ممنهج تقوم به شبكات العصابة للعودة هو واضح الجيش يقر بهذا الأمر ويضع هذا التحدي الأول الذي يواجه الجزائر في هذه المرحلة بل أنه أكثر حتى من التحديات الأمنية هو ذكر هذا مقاومة التغيير هو رقم واحد وبعد ذلك ذكر تحديات أمنية تدهور الأمن الإقليمي وتحدث عن تحديات داخلية وتحديات خارجية تحديات الداخلية ذكر أن الجزائر ضحرت الإرهاب وأنها في استقرار أمني وعملت على الاستقرار الأمني وأن هناك أعمال من أجل إنعاش الاقتصادي وما إلى ذلك أما التحديات الخارجية فتحدث عن منطقة الساحل والصحراء تحدث عن الجوار يقصد به طبعا المغرب والصحراء الغربية ليبيا وتحدث عن الصحراء الغربية تحديدا لحالها كقضية تصوية استعمار وكقضية عادلة وما إلى ذلك إذن هذه التحديات الخارجية التي توجد الجزائر هي منطقة الساحل والصحراء معناها الإرهاب دول الجوار مشكلة مع المغرب ومشكلة وما يجري في ليبيا ومنطقة والصحراء الغربية كقضية لحالها كتحدي آخر مما يوحي أن المخططات الخارجية التي ذكرها في الافتتاحية والمخططات العدائية تأتي من طرف هذه الأطراف وطبعا في مقدمتها المغرب من خلال ما ورد في هذا التقرير أمر آخر الثالث تحدث عن آثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وما إلى ذلك لك كأحد التحديات والرهنات الملاحظ في أن هذا التقرير الذي أعده شخص يدعم راح حميد وتحدث تحت عنوان عام على انتخاب رئيس الجمهورية ما أنجزه وما ينتظر تحقيقه أنه لم يورد ولا جملة واحدة على لسان رئيس الجمهوري من المفروض أن تتحدث عن إنجازات رئيس الجمهورية على الأقل أردنا شوية جمل هو قال الرئيس ووعد الرئيس ووالو بل أنهم ذكروا هنا وقد أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سيد الفريق السعيد شنغريحة في كلمة ألقاها خلال أول زيارة للسيد الرئيس لمقر وزارة الدفاع الوطني أواخر شهر جانفي 2019 قائلاً أوردوا ما قاله شنغريح أولاً الرئيس عبد المجيد تبول لم يكن رئيس في ذلك الوقت جانفي 2019 هذا كان بوتفريقة وبدأت مع عالم الحراك الشعب بعدها مباشرة بأيام قليلة في 22 فيفري 2019 اندلع الحراك الشعب إذا كان هذا خطأ أنا أجزم بأنه وقع سكاتب هذه السطور في خطأ لأنه المقصود به هي أواخر شهر جانفي 2020 الرئيس عبد المجيد تبون زارة وزارة الدفاع في 28 جانفي 2020 إذن هذا خطأ مجرد خطأ نتجاوزه أمر آخر أنه يسيد الرئيس زار في أكتوبر مثلاً في أكتوبر 2020 زار وزارة الدفاع وألقى خطاب مهم وتحدث فيها عن الجيش الوطني الشعبي إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يستمد مبادئه من جيش التحرير الوطني والثور المبارك ولا يكاد المرء يفرق بينهما لذلك فإن عبارة سليل جيش التحرير الوطني رسخت تجدر العلاقة وربطت الجيلين ليتماهى بعضهما ببعض أنتم لم توردوا رغم أن التقرير يتحدث عن الإنجازات ويتحدث عن ما صار ما بعد الانتخابات الرئاسية من 12 ديسمبر 2019 إلى يومنا هذا لم توردوا ولو كلمة لرئيس الجمهور لأن تأتوا بكلام سعيد شنغريحة كرئيس أركان الجيش الوطني شعبي جيبوا كلام رئيس الجمهورية اللي زار وزار الدفاع وألقى خطاب ورئيس الجمهورية هو وزير الدفاع إلا إذا كان ما تعترفوش به وزير الدفاع هذه إشكالية جيبوا كلام قال كلام في أكتوبر 2020 قال كالخطاب ذكر فيه مناقب الجيش وأشاد بالجيش وتحدث عن التحديات وأمور كثيرة لم يورد جملة واحدة من كلام الرئيس في هذا التقرير الذي وضعوا له في الصفحة الأولى صورة الرئيس عبد المجيد تبون مثل هذه الأمور إلى ماذا تؤشر أمر آخر أن هذا التقرير تكلم عن الجبهة الداخلية وأشار إلى أن انتخابات استفتاء الدستور هو أبرز شيء في إطار رص الجبهة الداخلية لأدري هل هذا الكاتب الموضوع يدري أو أنه يخبط خبط عشوة استفتاء على الدستور أكبر ما أكد على أن الجبهة الداخلية غير موحدة بل أنه فرق الجبهة الداخلية والدليل والدليل المشاركة أكثر من مليون وستمئة ألف الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وقالوا لا للدستور إن سلمنا جدلا بصحة الأرقام التي قدمت حول نتائج الاستفتاء الشعب هل هي الناخبة أكثر من 24 مليون 21 مليون بين من قاطعوا كموقف سياسي وعزفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع وقالوا لا فطاو نعم ثلاث ملايين معناها دستور أقلية ليحكم الأغلبية مواقف هل 21 مليون جزائري رافضة لهذا الدستور كيف رح يكون هذا الدستور هو رمز من رموز الوحدة ورص الصفوف في الجبهة الداخلية هذا كلام فارغ هذا كلام إنشاء غير واقعي إذا كان هذا هو تقدير المؤسسة العسكرية للوضع السياسي في الجزائر كيف سنعول عليها في مواجهة هذه التحديات والرهانات التي بينها الإعلامي وبينها السياسي وبينها الأمني وبينها العسكري كيف تحدثوا على منظومة الإعلام منظومة الإعلام أسوأ منظومة إعلامية هي الموجودة في الجزائر أنتم الرئاسة الجمهورية وأنتم من خلفها عجزتم عن تسيير مرض الرئيس إعلاميا وسياسيا كيف رايح تواجه هذه التحديات أنا دائما نقول أن المؤسسة العسكرية الجيش الجزائري قوي لكن لا يمكن لهذه القوة أن تكون فعالة إذا كانت في بيئة ضعيفة نعم بيئة الوضع الوضع الاجتماعي الوضع الشعبي الشعبي لا يثق في مؤسسات الدولة الدولة تكون قوية بجيشها بقيادتها بشعبها والعلاقة ما بين هذا الثلاث علاقة قوية أما إذا كانت مخلخلة الشعب لا يثق في مؤسسات أو في قيادته في مؤسسات دولته وكل ما يجري يفقد الثقة إذا كان الإعلام الرسمي الذي تحدث مثلاً عن مرض الرئيس لم يكن في المستوى المطلوب ثبت عليه الكذب والتظليل والغموض أنتم أيضاً بهذه التفسيرات والتحليلات إما أنكم تكذبون على الجزائريين أو أنكم تزرعون الخطأ فقط لتظليل الجزائريين إذا كان الجزائري يرى بأن هذا الدستور فرق الجبهة الداخلية كيف رح يصدقك وأنت مجلة الجيش تأتي وتحدثينه عن مخططات من جهات معادية مجهولة وأهداف خفية كيف رح يثق فيك إذا كان أنت في تقديرك لهذا الدستور تراه بأنه عزز الوحدة الوطنية هذا كلام فارغ هذا يزيد يفقدكم المصدقية أنا قلت لكم كم من مرة أنه نحن الآن في عالم صراع إعلامي أولاً وقبل كل شيء إذا كان المؤسسة العسكرية من يشرفون على إعلامها ومحافظتها السياسية ومصرعة كما كنت تسمى من قبل أو الإيصال والإعلام ومديرية الإيصال والإعلام والتوجيه ومجلة الجيش التي هي تعتبر رأس الحربة ورقم واحد في الإعلام التابع للمؤسسة العسكرية هذا مستواها أعتقد بأنه شيء مؤسف جداً محمد رضا غجاتي يعني أعرفه شخصياً ودخلت مكتبه وأيام زمان في بداية التسعينات آتوا كالرائد في ذلك الوقت وتخيلوا من بداية التسعينات وصل مقدم في جويه 96 أو شيء من 97 كان مقدم مقدم ومنذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ما زال عقيد ولم يذهب إلى التقاعد يعني أعرفه شخصياً وأعرف مستواه وأعرف وكذا للأسف الشديد هذا ما يجري تقديمه إلى الجزائريين عبر مؤسسة إعلامي إذن حوصلة للأمر إخواني الكرام أقول بأن افتتاحية مجلة الجيش عبرت أولاً على أن الوضع ليس على ما يرام أنها طبول حرب تقرع على الأقل الإعلاميين أمر الثاني أنها زادت في غموض المسار القادم والجمهورية الجديدة أمر ثالث كشفت أن المستوى الإعلامي في المؤسسة العسكرية ضعيف جداً مقارنة بمؤسسات أخرى وهذا يعكس الضعف الموجود أيضاً في المؤسسات الإعلامية الجزائرية وهذا أصبح ظاهر للأسف الشديد تمس الإعلام الجزائري في كل القطاعات وعلى كل المستويات نحن في عالم صارت معاركه ناعمة تستعمل الإعلام كرأس الحربة لا يمكن أبداً أن نواجه هذه التحديات ونكسب الرهنات كما تقول مجلة الجيش بناءً على مثل هذه المخططات وعلى هذا الإعلام الذي يتحدث بلغة خشب أو أنه إذ تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي يتحدث بلغة الذباب وإن تواجد على مستوى الدول يلفه الغموض ولا يسمي الأشياء بمسمياتها مجلة الجيش من المفروض عندما تأتي بهذه الافتتاحية فيها كل هذا الغموض يفتح المجال للفضائيات ووسائل الإعلام كي تقرأ ما بين السطور ويحدث نقاش جدي إدي وتخب بمختلف الأراء وبين مختلف التوجهات لكشف حقيقة ما يأتي في هذه المجلة في هذه المجلة الجيش يتحدث عن كأنه يقرأ طبول الحرب ولكن الشعب لا لم يستطع أن يخرج بنتيجة من هذا العدد كله من أوله إلى آخره حتى الرئيس صار إعلاميا وفي الشكل العام يحتل المرتبة الثانية وإن أظهروا في الصفحة الأولى كصورة ولكن على المحتوى لم تظهر ولا جملة واحدة على لسانه كأن مرحلة مرحلة عسكرية بانتياز ومن معالم الجمهورية الجديدة أن يجب أن نكون عسكريين في عقولنا وتفكيرنا وإعلامنا وهذا بلا أدنى شك فيه الكثير من الصعاب في ظل عالم تتداخل مصالح الدول إلى حد كسر العظام وهذا يحتاج إلى من يقرؤون السطور وما خلف السطور وما بينها وحتى ما لم يظهر بين السطور شكرا لكم أحبة على حسن المتابعة والذين نتمنى منكم نشر هذا المقطع وتوزيعه حتى يصل إلى الجزائريين ويصل إلى أصحاب القرار فنحن نحب بلادنا وليس نتحامل عليها وإن تكلمنا بهذه الصراحة فدافعنا كل الحب وليس كل الحرب كما يتوهم الكثير شكرا لكم ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله